نفذت قوات التحالف الدولي ضربات جوية وقصفا مدفعيا على مواقع لتنظيم داعش في منطقة بير الملح في ريف دير الزور الشرقي المحادي للحدود العراقية يوم الاثنين فقتلت ثمانية وعشرين مسلحا بحسب ما أفد المرصد السوري لحقوق الإنسان مضيفا أن القصف ما يزال مستمرا وعدد القتلى مرشح للارتفاع وأشار المرصد إلى أن التنظيم لم يعد يحتل سوى جيب صغير في هذه المنطقة